أسوأ دائما نقول التلاميذ من أسوأ السلوكات التي يمكن أن يقوم بإمتحان المراجعة في الطريق أو عند باب المؤسسة التربائية في وقت خلاص الآن اللي فات فات اللي قريته قريته فالإنسان يستعد يستعد نفسه في صابحة الامتحانات ينحل نسموها الاسترخاء الصباحي الاسترخاء الصباحي مهم جدا وهو أن يجلس التلاميذ بينه وبين نفسه يأخذ مكان ويغمض عينيه ويأخذ نفس ويسترخي كامل وفي هذه الاسترخاء يبدأ يتخين نفسه داخل قاعة الامتحان يتخين نفسه بهدوء يتخين نفسه في راحة يتخين نفسه بأنه يجيب عن الامتحان والآن حضر نفسه كل شيء كأنه يعاود إذن معلمات دائما نعطي مثال الطلبة بالرياضيين دائما نعطي نقول الرياضيين قبل الدخول إلى المنافسة أو إلى المقابلة كأنهم ينعزلوا كامل على الواقع يولي تركيزه كامل على وسط المقابلة ما الذي سيفعله الداخل المقابلة فنحتاج التلميذ في الساعات الصباحية لأولا أن يكون تركيزه كليا على ما الذي سيفعله داخل المقابلة يقول التركيز مش معنى أنه يبدأ يقرأ ويبدأ يراجع ويبدأ يشوف دينيا دائما نقول التركيز الديني ضروري ومهم جدا في مثل هذه الحالات فبعد هذه الارتخاء الصباحي عندما يذهب التلميذ إلى قاعة الامتحان فدخلت إلى قاعة الامتحان هنا قد يكون بعض الارتباك معقول عادي عادي أنك تدخل أجواء غير معتادة خاصة عند الامتحانات نهائية تسحبها مجموعة من الإجراءات إجراءات أمنية إجراءات إدارية خاصة خاصة سنة المتحدة سنة ربعة موش مولفين هذه الإجراءات قد ينتبهم شيء من القلق والخوف فهو عادي فإذلك ما نفعله حالة الخوف الذي يكون فيها الإنسان فيكون العقل والدماغ أو منطقة التحليل العاطفة أو الانفعالة هي التي تكون شغالة فمن هنا حتى نحول تتشغيل الدماء من منطقة الانفعالات إلى منطقة المعلومات والتحليل فنكتب أكثر شيء نعرفه ونحفظه ولا يمكن أن ننسى أبدا فهو أسمنا أسمنا ولقبنا ومعلوماتنا جدي وإذاك دائما نركز المختصون لابد أنك أول شيء تقوم به ليس هو الإجابات أن تكتب اسمك رقمك المعلومات المطلوبة منك في ورقة الامتحال فهنا حتى نحاول أننا نوجه الدماغ من منطقة الانفعالات والقلق والتوتر إلى منطقة الجانب التحليل حتى يستطيع أن يقرأ حينئذ الأسئلة بشكل جيد قراءة الأسئلة هنا نبدأ أن تكون أنا دائما بعض التلاميذ يقولون الفكرة يضحكوا من الأفكار المهمة اللي نعطيها للتلاميذ وهي أنك أنك تبني أولفة مع ورقة الامتحال قبل أن تقرأ الأسئلة تشد ورقة الامتحال وطحش منهوك تشد ورقة الامتحال شوف فيها مسها بيديك ضعها على صدر تخليها ابني معها أولفة الذي ينبغي أن أؤكد علي أن حواسنا كلها تستطيع إدخال المعلومات معناها معلومات عن طريق لامس عن طريق السماع عن طريق فكل حواس تدخل المعلومات فأنت كنت تحط الورقة والامتحال فأنت تدخل معلومات للدمار بطريقة أخرى بطريقة غير مألوهة بالنسبة لي بعد ذلك يقرأ الإنسان قراءة لأسئلة قراءة متأنية بعد قراءة لأسئلة قراءة متأنية يحاول إنسان إيجابة في وقت الإيجابة نحتاج إلى أمر أو أمرين مهمين دوريا جدا الأمر الأول في حالة التوتر في حالة ما إذا قرأت السؤال ومن يحتمل معلومات كل معلومات ويحدث هذا عند كثير من الطلباء كان يبدأ يبكي كان يحتل إغماء أيوة إغماء لاش لأن كما كنا نقول المنطقة الإنفعالية تكون هي المركزة فاللواعي وشهد ذلك كما يلقاش الحل أعطيك الحل لأنه مهمته أنه يحافظ على صحة الإنسان يحسب هذا حالة خطر على صحة الإنسان وبالتالي يخل إغمحتها يقطع كل عملية الاتصال